اهلا بكم من جديد نقلت شبكة فوكس نيوز عن البيت الأبيض أن وضع الرئيس دونالد ترامب يتحسن بشكل كبير وبسرعة لكنه لم يتجاوز بعد مرحلة الخطر وأكد طباء الرئيس الأمريكي أن المؤشرات الحيوية ونتائج الفحص السريري لترامب تظهر أن حالته مستقرة وكان ترامب قد عاد إلى البيت الأبيض بعد أربعة أيام قضاها في مستشفى والتر ريد العسكري للعلاج من فيروس كورونا وغادر ترامب المستشفى العسكرية وهو يرتدي الكمامة وفور وصوله لشرفة البيت الأبيض خرج أمام عدسات المصورين ونزع الكمامة الطبية ورفع إبهاميه في إشارة للنصر وأدت تحية العسكرية ووجه ترامب رسالة إلى الأمريكيين عقب عودته إلى البيت الأبيض دعاهم فيها إلى عدم الخوف من فيروس كورونا كما حثهم على وضع ثقتهم في الأجهزة الطبية وقدرتها على مواجهة الفيروس لا تدعوا الفيروس يسيطر عليكم لا تخافوا منه سوف تتغلبون عليه لدينا أفضل المعدات الطبية لدينا أفضل الأدوية كلها مطورة حديثا وستتغلب عليه كان بإمكان المغادرة قبل يومين حيث شعرت بشعور رائع وكأنني أفضل مما كنت عليه منذ وقت طويل قبل نحو عشرين عاما لا تدعوا الفيروس يهيمن عليكم وعلى حياتكم أظهر استطلاع للرأي أجرته الشبكة CNN الإخبارية أن مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن يواصل تقدمه على الرئيس دونالد ترامب بفارق ست عشرة نقطة وذلك قبل نحو شهر من يوم الاقتراع وكان بايدن قد طالب ترامب بأن ينقل العبرة الصحيحة للأمريكيين عن كورونا بدلا من نشر تغريدات بأنه لا يجب القلق من الوباء كنت سعيدا لرؤية الرئيس يتحدث ويسجل مقاطع فيديو خلال عطلة نهاية الأسبوع الآن وقد انشغل بتغريد رسائل الحملة أود أن أطلب منه القيام بهذا الأمر استمع إلى العلماء ادعم ارتداء الأقنعة ادعم فرض ارتداء الأقنعة على الصعيد الوطني اطلب ارتداء الأقنعة في كل مشاية اتحادية وخلال السفر بين الولايات حث كل حاكم وعمدة على فعل الشيء نفسي نعلم أن هذا ينقذ الأرواح وأنظم إلينا عبر سكايب من ولاية فلوريدا تيم كونستين تاين نائب رئيس تحرير صحيفة واشنطن تايمز أحيي كتام كما أحيي ضيفي عبر سكايب من واشنطن الكاتب الصحفي محمد المنشاوي أهلا بك أستاذ المنشاوي وأبدأ مع تيم أداء ترامب تعطيه مع مسألة إصابته بكورونا منذ البداية وحتى عودته من المستشفى إلى البيت الأبيض هل تعتقد أن هذا سيساهم في مزيد من التعاطف مع ترامب أم العكس حسنا عندما عرف أن فحصه إيجابي كان يفترض أن يكون قلقا كان قلقا في بداية المرض وبالطبع تم توفير كل الرعاية الصحية وأفضل الأطباء في محيطهم كانوا يعتنون به وأعتقد أن مغادرته بعد فقط أربعة أيام من المستشفى هي أخبار جيدة وسيواصلون العناية به فيما يخص ردة فعل الجماهير وسرعة استجابته للعلاج فإن الأراء متضاربة على ما يبدو أن بايدن يرى أن ترامب لا يتعامل بطريقة صحيحة مع إصابته بكورونا بل يرسل رسائل سلبية للأمريكيين هل هذا صحيح تم حسنا جون باين بإمكانه أن يقول ذلك هو أنتقده مهما حصل وأعتقد أن الرسالة يرسل الأمريكيين وهي لا تخافوا كونوا حذرين ولكن لا تجعلوا المرض يسيطر عليكم تلك هي الرسالة التي يرسلها إلى الشعب الأمريكي وأنه في حالة أن يكون فحصك إيجابي عليك أن تتأقلم مع الوعظ وأعتقد أن سيد ترامب في صحة جيدة وهو كأنه يرسل رسالة بالقول بإمكانكم العودة للمدارس إلى العمل دون خشية وبالطبع ذلك هو ثمن الذي تدفعه عندما تصاب ولكن عليك أن تكون قويا ابقى معي تيم سيد المنشاوي هل فعلا هذه الرسالة التي أوصلها ترامب لجمهوره للأمريكيين بشكل عام أنا رجل قوي أصبت لكن حتى هذه اللحظة أنتصر على كورونا بشكل أو بآخر أم أن الرسائل وصلت بشكل عكسه أتفق مع ما ذكره الضيف من فلوردا رئيس ترامب أحاول بكل السبل وأعتقد أنه نجح في إيصال هذه الصورة أنه رئيس قوي وهذا يجيء في إسياق مهم جدا في الحملة الانتخابية هناك 28 يوم يفصلون عن الانتخابات هو على مدار الأشهر الماضية كان يصنف منافسه الديمقراطي جو بايدن بأنه ضعيف معتل الصحة غير لائق ذهنيا ولا صحيا لكريدة الولايات المتحدة وكان يتهمه بالضعف وكان آخر شيء يريده الرئيس ترامب حتى بعد إصابته بفيروس كورونا أن يتهم أنه ضعيف أو معتل أو غير لائق ذهنيا أو صحيا طبعا هو لم يتم شفاءه بالكامل الأيام القادمة حاسمة في شفاء الرئيس أو تضاهر حالته الصحية لكن حتى الآن هو نجح في إيصال هذه الرسالة أنه قوي قادر على حماية البلاد وعلى إدارة البلاد حتى اليوم هذه الرسالة وصلت على الأقل للفئات والطيارات المؤيدة بشدة للرئيس ترامب سيد المتشاوي يقودنا إلى سؤال آخر فيما يتعلق باستطلاعات الرأي الأخيرة والتي على ما يبدو بتظهر تقدم واضح لبايدن على ترامب تجربة 2016 تقول لنا أن استطلاعات الرأي من الممكن جميعها أن تكون على غير الصواب وأن ينتهي الأمر بترامب في الرئاسة هل هذا من الممكن أن يحدث هذه المرة أيضا سيد المتشاوي أم لا هذا ممكن أن يحدث لكنه قد يكون أكثر صعوبة من الانتخابات الماضية عام 2016 في هذه الانتخابات الرئيس ترامب كان غريب على عالم السياسة كان غريب عن واشنطن وكان هو مرشح التغيير اليوم الموضوع مختلف تماما هو ليس القاضي من الخارج هو الرئيس الحاكم للوات المتحدة بالفعل على مدار سنوات أربع ماضية ولا يمكن أن يقول أنه سيحاول تجفيف منابع الفساد في واشنطن حيث أنه أصبح حاكم منذ أربع سنوات فرسالة يجب أن تختلف وهو ما لم يكن به حتى الآن طبعا الاستطلاعات كانت على ما هي عليه اليوم قبل أربع سنوات وفاز ترامب على هيلاري كلينتون لكن أعتقد أن هناك دروس تعلمها كل من يستطلع الأراء هنا في أربعات المتحدة سواء كان الفنيين أو السياسين الذين يتعاملون معها هناك حذر كبير خاصة أن الكثير من أنصار الرئيس ترامب يخجلون إلى حد ما من التعبير عن دعمهم علنيا لدعم الرئيس ترامب إذا كان هناك لقاء مع مستطلعين أو مكالمة هاتفية لكنهم في السر عندما يتم التصويت لا أحد يراهم إلا أنفسهم ربما يصوتون للرئيس ترامب طيب تيم فيما يخص الفارق في استطلاعات الرأي جميع استطلاعات الرأي غالبا بتظهر تقدم بايدن هل ترامب يستطيع أن يقلب الطاولة خلال الأيام القليلة المتبقية قبل الانتخابات أقل من أربعة أسابيع أم لا حسنا أعتقد أن هذه الاستطلاعات التي تحدثت عنها ربما تميل إلى ناحية الديمقراطيين ولكنها لا تعكس الواقع السياسي لأننا لازلنا في خضم الحملة الانتخابية وقد تخط في بعض الحالات هذه الاستطلاعات لا يزال الوقت مبكرا ولا تتزال المناظرات القادمة التي ربما قد تشجع الناخب الأمريكي على حسم أمره لا تنسى أن هناك كذلك المترددين لذلك لا يمكننا أن نثق بالاستطلاعات الحالية حتى وإن كان هناك تقدم في نقطة أو نقطتين بالنسبة للسيد بايدن ورأينا في هذا الأسبوع الاستطلاعات تشير إلى تقدم بنقطتين فقط ربما نحتاج إلى المزيد من الوقت والانتظار أن حصلت المناظرة الثانية حتى نحكم سيد المنشاوي وأرجو باختصار شديد البعض يقول أنه فعلا من الممكن أن تكون الأصوات الشعبية لصالح بايدن لكن هذا لا يعني أن أصوات المجمع الانتخابي النهائية ستكون لصالح بايدن بل على لكس من الممكن أن تكون لصالح ترامبو وتأخذه إلى البيت الأبيض هل هذا صحيح؟ نعم هيري كلينتون فازت بسلاسة ملايين صوت بأكثر من سلاسة ملايين صوت عن الأصوات التي حققها الرئيس ترامب وفاز الرئيس ترامب بالرئاسة هذا وارد جدا الديمقراطيون بلا شك سيحصدون أصوات أكثر أصوات شعبية أكثر من الجمهوريون لا أحد شك في ذلك لكن حسابات المجمع الانتخابي مختلفة تبقى الولايات هناك انتخابات في 50 ولاية وليس هناك انتخابات مركزية في الولايات المتحدة في هذا اليوم سيد محمد المنشاوي الكاتب الصحفي كنت معي عبرسكايب من واشنطن شكرا جزيلا كما أشكر أيضا ضيفي عبرسكايب من فلوريدا تيم كونستنطاين نائب رئيس تحرير صحيفة واشنطن تايمز شكرا جزيلا لك تام المسايا مستمرة بعد الفصل يلتقيكم زميلي مجاهد شرارة وباقي فقراتنا وفيها تفاقم أزمة الخبز في الخرطوم والسودانيون يبيتون أمام المخابز للحصول على قوة أولادهم ابقوا معنا اشتركوا في القناة